السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في الأجندة أثار قانون الخمس الذي أصدره الحوثيون قبل أيام موجة عالية من ردود الفعل الصاخطة لم تتوقف هذه الردود عند مسألة الخمس نفسها بل ذهبت أبعد من ذلك إلى مطالبة واسعة بمراجعة كتب الفقه والتراث الإسلامي الذي تبين أنها تمد العنصريين والمشاريع الدكتاتورية بالكثير من النصوص والمشروعية وصدر بيان خلال الأيام الماضية لنخبا من المثقفين اليمنيين يطالب بتجريم المذهب العنصري الذي يتبنى نظرية البطنين والحق الإلهي والخروج على المجتمع بالسلاح لانتزاع هذه الحقوق المتوهمة وربما جرى حديث بين المثقفين عن مشكلة المذاهب الدينية النفسية وعن مدى مشروعيتها وجدوى بقائها حتى الآن هذا الحديث مهما أخذ طابعا سجاليا حادا بين المختلفين إلا أنه على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل سيكون مثمرا وإيجابيا لأنه سيقرب الناس من حقيقة المشكلة أكثر وأكثر بعد أن تراكمت لدى الناس قناعة بأن الحوثي ليس سوى مظهر للمشكلة وليس المشكلة نفسها فالمشكلة في جوهرها كامنة في الفكر الذي قام عليه مشروع الحوثي الفكر الذي أخرج الحوثي اليوم وأخرج الإمامة بالأمس ومن قبل الأمس على مدى ألف عام مضت هذا الفكر هو المشكلة وهذا هو جوهر الخلاف وفي هذا السياق أحببنا أن نشارك الناس هذا النقاش المعرفي حول المذاهب والمذهبية ومن خلال تصليط الضوء على بعض النقاط المهمة في هذا الجانب تاريخ المذاهب وما هي المذاهب يعني مثلا ما هو المذهب؟ ما علاقته بالدين؟ كيف نميز بين المذهب والمذهب الديني؟ والمذهب الديني؟ وهل المذهبية كطريقة في التعبد وفي التدين مشروعة وجائزة في الإسلام أم لا؟ وغير ذلك من الأسئلة والمعلومات التي من المهم أن يعرفها المشاهد أو على الأقل أن يخوض فيها النقاش فكونوا معنا قبل الحديث عن أي شيء ينبغي التنويه والتأكيد على حقيقة أولية واضحة هي أن الصراع في اليمن هو صراع سياسي بين دولة شرعية وإصابة باغية على الدولة والمجتمع وليس صراعا مذهبيا أو طائفيا من أي نوع حتى لو أراد طرف من الأطراف أن يلونه بالطائفية والمذهبية لكنه في حقيقة الصراع سياسي هذه حقيقة مفروغ منها ومسلم بها عند جمهور اليمنيين لكن الطرف الباغي في هذا الصراع ممثلا في العصابة الحوثية يعمد إلى توظيف البعد المذهبي والطائفي والمناطقي في هذا الصراع لأغراض معروفة لأغراض سياسية ونفعية فقضية الحوثي نفسها هي قضية سياسية قضية سلطة ومال وامتيازات دنيوية يشتو يكونوا أسر ملكية مثل اللي في بريطانيا وفي غيرها كما قالوا هم لكنهم هذا الحوثي يدرك بذكاء النصابين المعروف يدرك أنه لن يصل إلى هذه الأهداف غير المشروعة إلا بمساعدة بعض اليمنيين له اللي بنسميهم زنابيل ويدرك أنه لن يستطيع التأثير على هذه النوعية من الناس على الزنابيل إلا بتوظيف الخطاب الديني والمذهبي ما يقدر يقنعهم بطريقة عادية يقولوا أنا اشتيه فلوس واشتيه مال واشتيه تسلط عليكم هكذا من الوجه لا لا لازم يقول لهم الله قال هكذا الرسول أراد هذا علشان ينصاعوا ويمشوا في مشروعة وهناك شريحة لا بأس بها من في كل مجتمع يعني من الحمقى والمغفلين والمأزومين نفسيا ممن يمكن توظيفهم لصالح هذه المشاريع المنحرفة شوفوا متأملوا الزنابيل عندنا في اليمان هم مجموعة من الشخصيات اللي مأزومة نفسيا لا تجد عند السوية نفسية كان مفروض أنه شخص موجود في مصحة نفسية بيتعالج شخصية هكذا تركيبه النفسي تركيب مأزوم واضح من خلال ما يعني في النظرة الأولى فما بالك لما تعاشرهم هؤلاء هم يعني للأسف الشديد جنود هذه المشاريع البائسة ومن هذا المنطلق يأتي اهتمامنا بموضوع المذهبية والبعد الديني في الصراع بيننا وبين الحوثي وهي فرصة لمراجعة الجذور الفكرية والثقافية التي أسهمت في تشكيل هذا الواقع المأساوي ما هوش الحوثي واحدة اللي ساهم في تشكيل هذا الواقع الأصول النظرية الفكرية والثقافية التي ساهمت في تشكيل الواقع يمكن أخطر منها لأن الأمم للأسف لا تراجع تراثها وثقافتها وأصولها الفكرية إلا في أوقات الشدائد وليس هناك شدة أكبر من التي نحن فيها الآن ولذلك لازم نراجع هذا التراث وعدم المراجعة هو بمثابة حناد في وجه الحقيقة لصالح الوهم واللي يعاند الحق هو الخسران الذي يصر على ترك التراث الديني محاطا بالكداسة والجلال لا يطاله الشك ولا يطاله السؤال والنكد بأعذار علمية غير علمية يعني بأعذار غير علمية اللي يصر على هذا إنما يرتكب خطيئتين خطيئة في حق المجتمع الذي سيظل يدفع الثمن كل مرة بسبب هذه الانحرافات الفكرية والدينية من استقراره وراحة باله والخطيئة الثانية في حق الدين نفسه لأن إحاطة الفقه والتراث الديني بالحراسة المشددة حتى لا يكتحمه النقاد هذا شكل من أشكال التقديس للتراث وتقديس المنتجات البشرية هو شكل من أشكال الشرك والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذا شرك خفي تقديس المذاهب وهي منتجات بشرية هذا شرك خفي الناس يقعون فيه بدون وعي قد استغرب البعض عندما نقول له إن الفقه منتج بشري وليس منتجاً دينياً ونحن نعذرهم في ذلك لأن عامة الفقهاء أنفسهم لم يميزوا بوضوح بين حدود الدين وحدود المذاهب كلم من الفقهاء وتحديداً المعاصرين أمثال الغزالي وغير من فقهاء الأزهر الكبار الكدامى فقهاء معدودون فقط معظمهم في العصر الحديث هم الذين ميزوا بين الدين والفكرة الدين إلى حد ما ومع ذلك فإن هؤلاء الفقهاء الذين تمكنوا من التمييز بين الإسلام والفكرة الإسلامية لم يبنوا نظرية كاملة في الموضوع ما مشيوش وراء الموضوع لانهايته ولا بنوا على هذه المعرفة ما يلزمها من البناء ولهذا من المناسب أن نبدأ في تعريف كل من مفهوم الإسلام ومفهوم الفكر الإسلامي أو المذهب الإسلامي قبل أن نتحدث عن قصة نشوء المذاهب ومخاطر بقائها بقاء الحالة المذهبية على حياتنا السياسية والاجتماعية وهذا ما سنفعله في الدقائق القادمة حاول المفكرون والفلاسفة المسلمون وغير المسلمين تعريف الدين ما هو الدين فلم يتمكن لأن اللغة تعجز أحياناً عن الإحاطة ببعض المفاهيم المركبة الكثيفة مثل مفهوم الدين أو مفهوم الجمال وما شابه ذلك من المفاهيم المعقدة وقد جمع الفقيه الكبير الدكتور محمد عبدالله دراز أهم ما قاله المفكرون والفلاسفة في تعريف الدين جمعه في كتاب نفيس بعنوان الدين هكذا ونحن لا نريد أن نشغل المشاهد بالتعريفات الأكاديمية الاحترافية لأنه بجالها قاعات الدرس وليس هنا سنكتفي لذلك بتعريف إجمالي للدين وظيفي إجرائي يقول إن الإسلام الإسلام ما هو نحن يهمنا حدود الإسلام الإسلام هو ذلك المنزل السماوي الذي كلفنا الله باتباعه وأما الفكر الإسلامي فهو ثمرة العقل عندما يتدبر الإسلام المنزل عندما يتدبر النص الأفكار والآراء والاجتهادات التي ينتجها العقل أثناء تأمله لنصوص الوحي تسمى فكر إسلامي أو فقه هي المذاهب الإسلامية هذا هو الفرق بين الإسلام والفكر الإسلامي لكن يبقى سؤال مهم لا بد من الإجابة عليه هو كيف نميز كيف نميز بين حدود الدين وحدود الفكر الديني أو المذاهب الدينية كيف نعرف الحدود الفاصلة بين الدين وبين الظواهر الأخرى مثل الفكر الديني أو الدنيا مثلا الدنيا ظاهرة ربما تكون أحيانا مشتبكا مع الدين ومختلطة به كيف نميز بين هذه الظواهر حدودها أين تبدأ وأين تنتهي نريد أن نعرف هذه الحدود بطريقة علمية بسيطة وواضحة لا تعقد فيها علشان نمني على كلامنا هذا لأننا نحن نتكلم عن الدين ونتكلم عن المذاهب ونحن نعرفين فين حدودها بعد تدبر للموضوع وجدتوا أن أفضل تعريف يميز بين حدود الإسلام من حدود المذاهب الإسلامية هو أن نقول بالآتي نقول الإسلام هو ما اتفق عليه أهل الملة الإسلامية ما اتفقت عليه الملة أو المذاهب الإسلامية فهو إسلام والفكر الإسلامي أو المذاهب الإسلامية هو ما اختلف فيه المسلمون أي شيء اختلف فيه أهل الملة الإسلامية فهو فكر إسلامي مش إسلام مش دين سواء اختلفوا على مستوى الحجة الدينية قالوا هذا حجة دينية أو مش حجة دينية هذا من عند الله أو لا مش من عند الله أو اختلفوا على مستوى ثبوت النص هل هذا النص ثابت عن الرسول أو لا ما ثبتش هذا نوع ثاني من الاختلاف أو اختلفوا على مستوى المعنى معاني النصوص ما معنى قوله تعالى كذا أو معنى الحديث الفلان إذن الاختلاف على مستوى الحجية أو على مستوى ثبوت النصوص أو على مستوى المعاني والدلالات أي نوع من أنواع الاختلاف في هذه المجالات ينقل النص من دائرة الدين إلى دائرة الفكرة الدين يعني نشوف المذاهب الإسلامية كلها على أي شيء اتفقت ونعتبره هو الدين وما اختلفت فيه فهو مذهب ديني هذا تعريف إجرائي كلنا قانوني سهل وعملي نحن الآن مش مهتمين ما هو الدين عند الله الدين عند الله هو الإسلام لكن نعرف فين حدود الإسلام إجرائيا علشان نتفق ونتكلم في الموضوع لازم نعرف حدود الدين من غير الدين فهذا هو التعريف الإجرائي اللي نكترحه وهذا تعريف له سند أصولي معتبر حتى الأصوليين ممكن يتفقوا فيه معنا إذا كانوا مستوعبين لمبادئ قوانينهم الأصولية وقواعتهم الأصولية لأن الأصوليين متفقين على أن الدين الملزم أمام الله ينبغي أن يكون قطعي الحجية قطعي الثبوت قطعي الدلالة لو سألت فقيه أصولي ما هو الشيء الذي يلزم المسلم يلزم أمام الله ما هو الدين الذي يلزمك أمام الله ويجعلك مسؤول أمام الله يقول لك هو النص اللي هو قطعي الحجية يعني نص ديني لا شك فيه من عند الله ليس حاول الشك ولا خلاف أو أنه قطعي الثبوت يعني ورد عن الرسول بدون شك وقطعي الدلالة معناه واضح أما لو كان معناه مش واضح لا الأمر هنا يختلف إذن هذا هو الدين الملزم كما يقول الأصوليون إذن نحن بنعتمد على قواعد الأصوليين في تحديد الفرق بين الدين والفكر الدين وعكس القطعي الظن يعني الذي في الشك إما شك في كونه من عند الله كما قلنا أو شك في ثبوته عن النبي أو شك في معناه ودلالته والأصوليون أيضا يقولون إنه لا إنكار في محل الخلاف يعني لو في مجال في مسألة اختلفنا فيها لا يجوز أن أنكر عليك ولا أن تنكر علي لا إنكار في محل الخلاف طبعا في بعضهم وخالفين للقاعدة هذه مش عاجباهم لكن هذه قاعدة منطقية وقاعدة دينية يعني تستطيع أن تستنبطها تستطيع من من قياب الدين نفسها لا يجوز لا أحد أن يشنع على غيره إذا اختار رأيا غير رأيه ما دام رأيه هذا يستند إلى كواعد الخلافة المعتبرة الكواعد العقلية المعتبرة يعني ماذا لماذا تقول لي واحد زايد واحد يساوي واحد لا واحد زايد واحد يساوي اثنين إذا هذا مش اختلاف معتبر لا أنت هنا بتخالف منطق العقل لكن لو اختلفنا على فهم كلمة معنى الظالين ولا كلمة الذين كفروا أو كلمة السارك في القرآن من هو السارك هل هو سارك مرة ولا الذي سارك أكثر من مرة هذا في مجال للأخذ والرد هنا ممكن يكون الخلاف معتبر لكن نختلف في الأمور القطعية هذا مش خلاف معتبر وهذا المعيار في التمييز بين الدين والمذهب الديني يشبه المعيار الذي تقوم عليه الدساتير في الدول الديمقراطية في الدول الديمقراطية يبنى الدستور على مبدأ التوافق هذه كلمة حطه تحتها خط على مبدأ التوافق مش على مبدأ يعني يعني مش على مبدأ الأغلبية كيف نصلح دستور للبلد التوافق بين مكونات المجتمع وقواه إذا اجتمعت المكونات السياسية في المجتمع سواء كانت ضعيفة أو كبيرة هذه المكونات تجتمع وتقول إحنا نشتيه هذا الحد الأدنى المتفق عليه هذا يصير دستور وليس على مبدأ الأغلبية مبدأ الأغلبية يؤخذ به في الانتخابات فقط من يفوز بالصندوق قالوا اللي عنده أغلبية تمام أما من يصنع الدستور فلازم الجميع يتفقوا عليه الدستور يأخذ بالتوافق لا بالأغلبية فينبغي أن يقوم على رضا الجميع الدستور لكي يضمن المجتمع الاستقرار لأنه أدام في حد مش راضي عن هذا الدستور ولو مكون بسيط حيخلق لنا مشاكل في المستقبل فلذلك لازم نتفق عليك كلنا يكون في حد أدنى متفق عليك ومش حيخلينا نروح للانتخابات بقناعة تامة لو اختلفنا على الدستور والإسلام يكرر هذا المبدأ الديمقراطي حتى على نفسه يعني يقول لك لا إكره في الدين الإسلام يقول لك أنا الدين الحق لكن لا يجوز الإكره في الدين لا يجوز أن تكره أحد على الدخول في الإسلام ولا أن تكره على البقاء في الإسلام ولا أن تكره على الخروج من الإسلام لأنه لا إكره في جنس الدين يسموها نكرا منفية والنكرا المنفية الحكم فيها يشمل جميع مفرداتها يعني الإدخال أو الإبقاء في الدين أو الإخراج في الدين لا يجوز والذي عنده فهم خاص لآية لا إكراه في الدين هذا فهم وهذا مذهب ولا يحقل أن يفرض على بقية أهل الملة بالقوة لكن لو اختلفنا فيه احنا وياهم هذولا في هذه الآية لا إكراه في الدين على رأي من الذي يحكم في التستور؟ من الذي الرأي من يعتمد في مجال الرأي الأكرب إلى المتفق عليه؟ ما توافق عليه الجميع إذا توافقوا على أنه لا يجوز إخراج الناس من الإسلام أو يجوز إكراه الناس على البقاء في الإسلام بل تمضي المجتمع حر لكن إذا في طرف واحد قال لك لا أنا مع الفهم الآخر ما معك لا ترجع لهذا الحد الأدنى المتفق عليه من حقه هذا الشخص الذي فهم الآية هذه فهم غلط من حقه أن يسعى الإقناع على المجتمع الانتخابي بفهمه الخاص للدين مثلا بشرط أن لا يصادر حقوق الآخرين بأي طريقة لأن الدين يبنى كما كنا على الإقناع فقط وأما الدولة فتبنى على الاتفاق وبهذا نكون قد ميزنا بوضوح بين الدين والمذهب الديني بطرق مختلفة وأصبح الدين هو الحد الأدنى المتفق عليه بين أهل المذاهب في الملة الإسلامية هذا هو الدين ونكمل حديثنا عرفنا أن المذاهب الإسلامية هي عبارة عن محاولات بشرية لفهم الخطاب الإلهي فيه قرآن نزل وبيحاول يفهمه هذا فهمه بطريقة وهذا فهمه بطريقة وهذا فهمه بطريقة وصارت هذه الطرق مذاهب إذن لما نقول محاولات بشرية للفهم فهذا إيش معناه؟ معناه أننا أمام تراث دنيوي علماني بلغة نحن لأن كل ما ينتصب إلى الدنيا فهو علماني هذا تراث دنيوي وليس نصاً دينياً المذهب الديني مدرسة في فهم الدين وليس ديناً في ذاته وهذا مفاهمه فقيه كبير وشهير مثل أبي حامد الغزالي الغزالي قال ما معناه إن الفقه الإسلامي علم دنيوي وليس علماً دينياً وقال إن الفقهاء المشتغلين في الفقه هم علماء دنيا لا علماء دين كما نقل عنه الفاس الحاجوي في كتابه الشهير الفكر السام وفسر الغزالي هذا الكلام بالقول إن وظيفة الفقه هي أن يصوغ القوانين ويعطيها للدولة لرئيس الدولة يسوس بها الرعية يسوس بها الناس هذه وظيفة الفقه هي مش وظيفة أنه يفهم الله له يكنم يشرع طبعاً يتحدث عن مجال المعاملات طبعاً مجال الأخبار هذا موضوع آخر مجال العبادات لنا معه وكفة أخرى المهم أدركنا أن المذاهب الإسلامية هي عبارة عن محاولات بشرية لفهم الرسالة السماوية كما قال الأستاذ محمد الغزالي وأستاذه البيهي ولما نقول محاولات بشرية فهذا يعني أنه ماذا على رأي فهذا يعني أنه يعتريها النقص مدام محاولات بشرية يعني فيها نقص البشر وقصور البشر النقص الذي يعتري الإنسان فهمك هو جزء منك وأنت إنسان نقص الإنسان ما هوش كامل يعتريه النقص والضعف أفكار أيضا يعتريه النقص والضعف فهم أيضا يعتريه النقص والضعف كائن يتصف بالنقص والضعف محدود الذهن محدود المعرفة بالذات في الأزمنة القديمة أيام الفقهة الأولين فمن ثم كل ما ينتجها الفقيه من فكر من تأمل ومن أحكام وعراء فهو يتصف بنفس الصفات قصور وضعف ومحدودية في المعرفة ومحدودية في المنهج وخصوصا على مستوى الأفراد يعني عندما يحاول الفرد المسلم مثلا أن يفهم الإسلام من خلال الكتاب من خلال القرآن يدخل يحاول يفسر أو يفهم فإنه لا يذهب وحد في هذه الرحلة ركزوا على الكلام هذا الإنسان لما يروح يقرأ القرآن الكريم ويحاول يفهمه هو ما بيرحش وحده بل يذهب معه أبو وجده والمجتمع الذي يحيط به والثقافة التي نشأ عليها كل هؤلاء يذهبون معه في رحلة الفهم هذه في رحلة فهم الإسلام كيف؟ يعني لا تظن أنك تفهم الإسلام أو الأشياء بمفردك بعقلك الخاص بعقلك أنت وحدك لا أبدا عقلك نفسه الذي تفهم به وتفسر به هو عبارة عن مجموعة المدخلات الثقافية والتربوية التي اكتسبتها من أبوك وجدك ومجتمعك من حولك في مراحل عمرك السابقة إذن هذا لأبوك وجدك ومجتمعك هم اللي يشكلوا عقلك اللي بتقرأ به عقلك اللي بتحاول تفهم به هم ساهموا في تشكيله والذلك أنت لما تروح تقرأ القرآن مثلا هم بيجوا معك وهذا كأنهم جايين معك يفهموا معك وهم يوجهوا يقولوا لك افهمها بالطريقة الفلانية مش بالطريقة الفلانية أبوك وجدك موجودين في الذاكرة الخلفية في اللاوعي بيقولوا لك لا تفهمش هكذا أفهم بالطريقة الفلانية طب إذا جاء أبوك وجدك مثلا مساكين من عصور التخلف جايين فحيوجهك توجه أو توجيه متخلف وقاصر يناسب مستوى ثقافتهم في عصورهم مش مستوى ثقافتك أنت يعني المهم الفكرة ما اكتسبته أنت أيها الإنسان أيها المسلم من ثقافة وتربية ومعارف في بيتك وبيئتك هذا المكتسب اللي اكتسبته يشاركك في تحديد المفاهيم وفي تبسير النصوص ولهذا فإن ثقافتك وتربيتك هي التي ستفسر النصوص هي التي ستفهم وليس أنت وحدك أنت معك نصيب يعني أنت معك سهم بين هذه الأسهم فقط إلا في حالات نادرة عند بعض الناس اللي بيحاول يتفوق على نفسه اللي بيتحاول يتفوق على ثقافته وعلى عقله وعلى تربيته وعلى نشأته فيه ناس عندهم قدرات خاصة على أنه يتجاوزوا ثقافتهم ويتجاوزوا بيئتهم وهذولا ناس معدودين وكليل ولذلك عندما كان الفقهاء القدامى والمفسرون يدخلون على نصوص القرآن لتفسيرها كانوا يدخلون بنوايا ربما صادقة على الأرجح لكن هذه النوايا لا تكفي في فهم الدين النوايا الطيبة لا تكفي في فهم الدين النوايا الصادقة كانت محاطة بنوعين من المشكلات إذا اعتبرنا أن الفقهاء المتقدمين والمفسرين والعلماء الدين السابقين كانت نواياهم طيبة ما عندنا مش مشكلة لكن هذه النوايا الطيبة كانت محاطة بمشكلتين نوعين من المشاكل النوع الأول هو قصور معارفهم وقصور وضعف المناهج العلمية التي كانوا يتوسلون بها في الدراسة العلمية وهذا أمر طبيعي أمر طبيعي لأن المعارف والمناهج آنذاك كانت بداية ضعيفة وهناك عشرات الأمثلة يمكن أن نضربها على ذلك لو أن الوقت لا يسمح يعني مثلا على سبيل المثال السريع كانوا ضعاف في المعرفة التاريخية إلى حد كبير ما كان عندهم معرفة تاريخية ما عندهم كتب تاريخ حقيقية ولا عندهم علم آثار يدي لهم حقائق ما مثلا يعرفهم على التاريخ المصري أو التاريخ البابلي أو تاريخ المنطقة السامية ما عندهم هذا أدى إلى عجز كبير عن تفسير القصص التاريخي في القصص القرآن الكريم بشكل جيد يعني على سبيل المثال بس سريع على عكس معرفنا التاريخية اليوم المتوفرة اليوم اليوم من خلال التاريخ الذي كتب عن مثلا التاريخ المصري التاريخ الفرعوني عشرات المجلدات لأننا نعرف منه فرعون وإيش اسماء نسوانا وكم كان مع عيان وإيش سوى من بداية طفولة لما مات ونعرف حتى إيش كان يتناول من تنبك ونعرف السن الذهب اللي كان يسويها ولا السن اللي سقطت ونعرف المرض اللي كان عنده الأمراض الوبائية التي أصابته في شبابه وطفولته ونعرف عنه أشياء لا تخطر على بال أي شخص في الجيل في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث من أجدادنا الذين فسروا القرآن ولذلك ما كانوا يعرفون منهم فرعون ضربوا أخماس في أسداس وكذلك لما جوا يفسروا يشرحوا ذلكرنين ضربوا أخماس في أسداس قالوا الإسكندر المكدوني قالوا فلان الفلاني قالوا تبع اليماني قالوا كلام اللي يعرفوه اللي يعرفوه اليوم لا اليوم إحنا عندنا يعني معرفة تاريخية غزيرة جدا ممكن تنفعنا في تبصير القرآن الكريم وفي فهم النص الديني وكذلك في المجالات الأخرى مش بس الله في مجال التاريخ وكذلك في المجالات الأخرى اليوم المنهج عندنا دقيقة جدا ما عاديش هذا كالمنهج الاستنباطية لعرجة اللي كان يدخل بالفقية اليوم عندنا منهج عديدة اليوم لما ندخل على النص الأدبي ندخل بستين أو سبعين نظرية ومنهج لفهم النص الأدبي فقط القصيدة الشعرية فما بلك بالكتب الدين هذا النوع الأول من المشكلات والنوع الثاني من المشكلات هو أن ثقافتهم كانت بدائية كما قلنا في الحلقة السابقة لا تسمح لهم هذه الثقافة ببلوغ السمو القيمي والإدراكي الذي بلغه القرآن الكريم ما قدروا يوصلوا لمستوى السمو القرآن ثقافة القرآن وقيمك كانت أعلى من مستوى القيم الثقافية اللي كانت في مجتمعهم ولذلك على سبيل المثال وجدناهم يعني وجدناهم يقرؤون القرآن بعيون ثقافتهم لا بعيون القرآن لا بعيون الوحي وجدناهم مثلا يشرعون لجريمة الرك والعبودية بعد أن جفف القرآن منابحها وصرفها بطرق كثيرة وأغلق أمامها الأبواب ومع ذلك الفقهاء أنفسهم شرعوا لها وأبقوها إلى بداية القرن الأول كما قلت في الحلقة الباضية إلى بداية القرن العشرين ليش فعلوا ذلك؟ لماذا خالف القرآن في هذه المسألة؟ لأنهم فهموا القرآن بعيون ثقافتهم ثقافتهم بالجهزة العبودية وشايفة الأمور عادي هذه أنك تستعبد شخص فعلوا ذلك لأنهم فهموا الدين وفق شروط ثقافتهم وتربيتهم لا وفق شروط القرآن العالية ولهذا نقول يجب أن نتوقع وجود آراء كثيرة في الفقه لا تمت للإسلام بصلة هذه فقافة أبناء عصرهم نصوص تمجد سلالة بني هاشم ولا تمجد السلالة الفلانية ولا العرق الفلاني ولا قريش ولا ولا بدون وجه حق وتبني عليها أحكام خطيرة في السياسة وفي المال وفي الأمور هذه كلها كانت لأن الناس أيامها الفقهاء زمان ما كانواش يتخيلوا أبدا أن الحياة تتطور عن مستوى الحياة اللي كانوا فيها هم معتقدين أنه عجز القبيلة هذه الكريش والأموين والعباسين بس وعجزوا هكذا لا يوم القيامة ما كانش متخيلين أنه عجي عجي مجتمعات بهذا الشكل اللي احنا فيه تعرف حقوق الإنسان وتحترمها وعجي معارف وعلوم وعجي كبر الأمور ما كانوا يعرفوا هذا فكانوا يتصرفوا في ضوء المعرفة البسيطة اللي كانت في زمانهم يعني كانوا يترحوا آراء أحيانا تدخل في باب الفضائح فقط تكون حكم فقري مثل فضيحات الخمص وتفسير آيات ذي القربة في القرآن وما شبه ذلك بالمفاهيم عنصرية قبيحة تروج لمذهب الشيطان بثياب القرآن لكن يبقى سؤال من أين جاءت المذاهب الإسلامية كيف تخلقت وهل هي شرعية هل الإسلام يجيزها أم يرفضها المذاهب الإسلامية على نوعي كما يقول الفقهاء هناك مذاهب فكرية وهناك مذاهب فقهية فكرية وفقهية المذاهب الفكرية تناكش قضايا العقيدة والفكر والغيب والجوارب النظرية في الدين أمور الغيب وما شبه ذلك وأمور القضايا النظرية كما قلنا الكبائر والذنوب وما شبه ذلك والمذاهب الفقهية تناكش أحكام العبادات والمعاملات كما يسمي الفقهاء زمن يعني على سبيل المثال المذهب السني هذا مذهب فكري مش مذهب فكري السنة مذهب فكري لكن هذا المذهب الفكري لديه مذاهب فكهية عديدة مثل المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي هذو لا يسمون مذهب فقهية تابعا لمذهب فكري واحد هو المذهب السني الشيعة مذهب فكري التشيع المعتزلة مذهب فكري وهكذا لكن الفقه شيء آخر وقد ظهرت المذاهب الفكرية قبل المذاهب الفكرية في التاريخ الإسلامي بسبب حروب الصحابة مع بعضهم وقع المثقفون آنذاك من الأجيال التالية للصحابة وقعوا في حيرا معرفية كانوا تساءلون هل هؤلاء الصحابة الذين حارب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا هل هم كلهم من أهل الجنة ولا من أهل النار بسبب ما ارتكبوا من قتل ولا نقول من أهل الكبائر وأنهم وسط لا في الجنة ولا في النار وأنهم من أهل في منزلة بين المنزلتين ما حكم من يرتكب الكبيرة القتل كبيرة من الكبائر طيب ما حكم ارتكب الكبيرة هذه أسئلة كانت تدور في أذهانهم وتحولت الإجابات إلى مذاهب فكرية ما شابه ذلك من الأسئلة التي كان غرضها النهائي اكتشاف نظرية إسلامية تحيط بقضايا الإيمان والكفر والذنوب والحساب وما شابه ذلك وكان هذا النشاط العلمي سيندرج تحت مسمى مدارس الفكر الإسلامي مدارس وهي مدارس مدنية علمانية بطبيعة الحال لأنها منتجات بشرية العقل بينتجها ما أوش كلام إليه مثل المدارس الفلسفية كان المفروض يكون هكذا لكن اللي حدث هو أن انحرافا بسيطا كان كالظهر في الجيل الثالث تقريبا والرابع من بعد النبي هذا الانحراف بدأ وتوسع وانتهى على شكل مذاهب دينية بعد أن كان مدارس فكرية تحول إلى مذاهب دينية ما الفرق؟ الفرق بين المدارس والمذاهب هو أن المدرسة عبارة عن اتجاه في الفهم اتجاه في الفهم ليس له صفة القداسة ولا يعتقد صاحبة أنه طريق إلى الله والجنة لا بيقول لك هذا فهمي للكضية الفلانية والله بيحاسبني على فهم أما المذهب الديني فهو طريقة في العبادة وليس مجرد طريقة في الفهم لو كان فهم الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك إلا على نواياك على مدى صدقك في معرفة الحقيقة فقط مش على فهمك يعني كنت تكون صادق في طلب الحقيقة لكن فهمك لا يسعفك هذا لا تحاسب عليه أما المذاهب يقول لك أنت محاسب إذا لم تأخذ بهذا الطريق فأنت محاسب وهذا الانحراف من طريق المدرسة إلى طريق المذهب الإسلامي هذا الانحراف أضر بالإسلام وأضر بالمسلمين كثيرا لماذا؟ أولا لأنه حول الجدل المعرفي المدني نسميناه مدني جدل معرفي إلى جدل ديني يعني لما كانت مدارس في الفهم كنا نختلف عادي الناس يختلفوا عادي لأن هذا فهمي وهذا فهمك يعني منتجات علمانية بنتبادل فيها الرأي مثل ما تبادل الرأي في الفلسفة والرياضية نقلناه من دائرة الجدل بين المثقفين هذا كان المشكلة الأولى المشكلة الثانية نقلناه من دائرة الجدل بين المثقفين إلى دائرة الجدل بين العوام فقسم جمهور المسلمين على مذاهب كسم الجمهور نفسه على مذاهب كسم الجمهور نفسه على مذاهب المشكلة الثالثة أنه الانحراف هذا دفع أصحاب المذاهب إلى اختراع نصوص وروايات منسوبة إلى النبي والصحابة تؤيد هذا المذهب الفكري أو ذاك اختراعات هذه الاختراعات هي التي ندفع ثمنها اليوم منها هذه الروايات والتفسيرات التي تؤيد المشاريع العنصرية والمشاريع الدكتاتورية روايات منسوبة إلى النبي تحارب قيم الإسلام العامة التي جعلت منه طوق نجاح للبشرية من الظلم والطغيان حولته الروايات من طوق نجاح إلى قيد وأغلان في رقاب الناس حولته الروايات حولت الإسلام إلى الروايات وتفسيرات الفقهاء حولته إلى دين بدوي عنصري لا يختلف عن ديانات الهندة العنصرية الالغبية روايات حولت النبي محمد من رحمة للعالمين إلى رحمة لبني هاشم فقط وحولت الدين من دين إلى شركة عائلية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صارت وما أرسلناك إلا رحمة لبني هاشم طبيعي ما دم أعطاهم السلطة وأعطاهم الثروة وأعطاهم المكانة والكرامة ما عدت ترك للعالمين ما عدت باقي للعالمين من رحمة العالمين أصبحوا خدام على أبواب بني هاشم هذا الدين هل يليك بالله هل يليك برسول الله بطبيعة الحال لا من الوهل الأولى هذا ديني يرمى في الزبالة هذا ليس دينا هذه عملية نصب هذه عملية احتيال والعجيب والغريب أن هذه المذاهب الإسلامية اللي موجودة قدامنا اللي بيسمي نفسها مذاهب إسلامية ليس لها أساس شرعي تقوم عليه على الإطلاق ما لاش أساس شرعي ما فيش دليل يبرر وجودها دليل شرعي يبرر وجودها أقصد وجود المذاهب الدينية من أساسها ليس لها أي أساس شرعي يبرر وجودها كما سنرى بعد قليل طوال العام ونحن كجمهور نسمع برامج الفتاوى الدينية في وسائل الإعلام المختلفة هذا حلال وهذا حرام يجوز وما يجوزش لكن هل سألت نفسك أخي المشاهد هل أوجب الله علينا كمسلمين أن نستفتي أحدا في شؤون الدين في مسائل الدين يعني هل سمح الدين بوجود وظيفة اسمها وظيفة المفتي والمستفتي هل المسلم مطالب بأن يسأل عن الأحكام الدينية التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم أو حتى في الحديث عند بعض الناس قد تندهش وتعجب إذا قلت لك إنه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تسمح بوظيفة المفتي أو بعملية الاستفتاء برمتها لا يوجد بل على العكس الآيات القرآنية تمنع ذلك يعني القرآن لا يسمح بوجود مذاهب دينية فيها مجتهد ومقلد لا يسمح يسمح بوجود مدارس في فهم الدين نعم لكنه لا يسمح بوجود مذاهب دينية تعبدية فيها تقليد فيها مجتهد ومقلد كيف ذلك؟ نحن بنحاول نبسط الأمور كدر الإمكان على كدر ما نستطيع لأنه هي مسائل مش سهلة عشان نبسطها كل مسلم عاكل وصل سن البلوغ يسمى عند الفقهاء مكلفاً أي مكلف بالدين يقول هذا كدو مكلف المكلفين حكمه على المكلفين إذا رجعت للقرآن ستجد آية تسيطر على جميع آيات الأحكام هي قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني إيش لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؟ يعني أنت أيها المسلم غير مكلف عند الله بما هو فوق استطاعتك من الفهم أو العمل أي حكم ديني لا تستطيع أن تفهم بنفسك أنت فأنت غير مكلف به لا تذهب إلى المفتي تستفتيه عن حكم المسألة الفلانية التي لم يرد ذكرها في كتاب الله مادم أنك لا تستطيع أن تستنبطها بنفسك وفق وسعك في الفهم بإمكانك أن تسأل العلماء والعارفين عن حكم الله المنصوص في القرآن مثلاً لا بأس لكن لا تسأل عن حكم مش منصوص تقول ما رأيك ما رأي الشريعة في كذا هذا يسمى سؤال وهذا يسمى استفتاء السؤال مطلوب أما الاستفتاء فغير مطلوب وغير جائز أصلاً في الشيء في الدين بإمكانك أن تسأل العالم مثلاً ماذا قال الله في مسألة الربا بيجيب لك آيات الربا مثلاً فيقول لك قال الله كذا وكذا بإمكانك أن تسأل عن معنى الآية الفلانية من باب التعلم يعني والمعرفة لا من باب الاستفتاء لأنك إذا تعلمت وصارت معرفتك أكبر وارتكت معرفتك بيرتقي تكليفك بيزداد تكليفك حج بتكليفك بيزداد وتصبح مسؤول أمام الله أكثر لكن إذا كنت مش متعلم مثلاً يجزئك الحد الأدنى من الشريعة وهو حد واضح ممكن تتعلم من مرة واحدة في طفولتك ونتها الموضوع أو في صباك أو في شبابك تتعلم هذا الإسلام يقول كذا كذا الصلاة كذا المشعر وخلص وتتعلم القيم العامة هذا كله سهل لكن إذا أردت أن ترتقي في فهم الدين سترتقي عند الله منزلة وستزداد تكاليفك أمام الله وحسابك عند الله وهناك فرق كبير بين السؤال وطلب الفتوى السؤال يبحث كما قلت عن معلومة ماذا قال الله في الربا أما الاستفتاء فهو طلب لحكم شرعي هل العاملات البنكية الحديثة هذه ربا ولا مش ربا هذا موضوع ثاني السؤال غير الفتوى السؤال ماذا قال الله في الربا نجيب لك آية لكن الاستفتاء تروح تقوله هل هذه المعاملات البنكية الموجودة اليوم معاملات رباوية هذا طلب فتوى الإسلام يحرضنا على التساؤل القرآن يحرضنا على التساؤل أما الاستفتاء في غير مطلوب وغير جائز لأن الله يقول بصريح العبارة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أنت غير مكلف بما هو فوق وسعك في الفهم أو العمل المسألة التي لا تستطيع أن تفهمها وتستنبطها بنفسك أنت غير مكلف بها بهكذا ببساطة ولا يجوز لك أن تقلد أحد في الدين التقليد لا يجوز أنت لما تذهب إلى فقيه وتطلب منه حكم شرعي في المسألة الفلانية فكأنما تقول له أعطني حكماً شرعياً تستنبط أنت أيها الفقيه وفك وسعك في الفهم وأتبناه أنا تقليداً لك هكذا أقلدك فيه هذا لا يجوز وليس له أساس شرعي التقليد في الدين لا يجوز والفقهاء تورطوا في هذا الخطأ كما تورطوا في أخطاء أخرى لأسباب لا مجال لذكرها الآن حصل انحراف بسيط كان في البداية ثم اتسع هذا المثلث الانحراف بمرور الوقت وواقع المسلمون في خطيئة التمذهم احنا مشكلتنا اليوم هي المذاهن ولازم نكشف عورتها ومع ذلك ومع أنهم قد أخطأوا والتبس عليهم الأمر بين السؤال والفتياء إلا أن سبلة الحقيقة كانت ظلت باكية عندهم تظهر بين وقت وآخر على يد الفقهاء المتحررين أمثال الشوكاني الشوكاني فكيه متحرر إلى حد ما الرجل ألف كتاب مهم في تحريم التقليد سماه القول المفيد في أدلة تحريم التقليد لكن الشوكاني وغيره من العلماء الذين حرموا التقليد لم يتمكنوا من بناء نظرية علمية الشاملة كاملة في الموضوع ما كانش واضح أمامهم التمييز بين السؤال والاستفتاء التعلم والفتية ما كانش واضح وهم معذورون إلى حد ما بسبب قصور كما قلنا معارف زمانهم ومحدودية المناجع العلمية عندهم كد يسألوا البعض لكن كيف نفهم أحكام الشريعة غير المذكورة في القرآن وغير المذكورة في الحديث بدون فتوى هذا سؤال هو اللي بيتردد دائما هذا موضوع التقائق القادمة هناك وهم وهم كبير قامت عليه المذاهب الإسلامية هذا الوهم هو اعتقاط الفقهاء بأن الإسلام يغطي كل نشاطات المسلم بالأحكام الخمسة الشرعية اللي هي الحرام الواجب المستحب المكروه المباح يقول الفقهاء كل نشاط يقوم به المسلم في حياته لا بد أن يأخذ واحدا من الأحكام الخمسة هذه تسألهم هل نص الله على ذلك؟ هل ذكر الله هذا نص في آية معينة؟ يقول لك لا إنما استنبطناها هذه الأحكام من نصوص الشريعة لاحظنا أنه فيه خمسة أحكام تقول لهم طيب الله ذكر في القرآن الواجبات والمحرمات نص عليها نسك لهذه كائمة المحرمات وهذه كائمة الواجبات ذكرها بعضها تخصيصا وبعضها إجمالا يعني على سبيل المثال لما يقول لك الخمر الخمر لا تشمل فقط المشروب كل ما يخامر عقلك ويغطي عليه فهو محرم هذا تحريم إجمالي أو لما ينص على في نصوص أخرى نحرم كل ما يضر الإنسان مثلا هذا تحريم إجمالي فهل قال لكم القرآن دوروا بقية الأحكام التي لم أذكرها وعلقوا على ركبتها حكم باجتهادكم هل قال لكم القرآن هكذا الأشياء لما نصيناش عليها لا بالإجمال ولا بالتفصيل هل قال لكم القرآن دوروا عليها وشوفوا ما حكم القضية الفلانية ما حكم المعاملات البنكية الفلانية ما حكم مش عارف ودوروا بعاسي طوال الوقت طبعا لا يوجد آية واحدة تسمح للفقيه أن يوسع دائرة المحرمات باجتهاده هالمحرمات في القرآن محدودة تعالوا شوفوا المحرمات اللي قد ابتدعوها الفقهاء واللي اجتهدوا فيها كتب طويلة عريضة تكلم عن محرمات يقول لك اسمي بنتيني فين ما حكم الإسلام في ذلك تغوري أنتي وبنتش ما علاقة نحن بالاسم هذا يقول لك أنا لابس السعف في اليمين يجوز في الشمال يجوز لنقولها لليمين الله ذكر هذا في القرآن ما ذكروش طيب الذي اجتهد على أي شيء اجتهد على معرفة بالنصوص العامة للإسلام وجد أنه بيستخدم اليمين ما بيستخدمش الشمال إذن خليها في اليمين أحسن يعني استنباطات يعني ما لها عليك بالدين صحيح هناك مسائل تبدو محرمة قياسا على شبيهاتها في القرآن لكن كما قلنا هذه المسائل متروكة لضمير المؤمن يكترها بنفسه يعني أنت وجدت في الشارع مثلا في الطريق زجاج أذى ممكن يؤذي المسلمين لا تروح تسأل ما حكم الإسلام في رفع الأذى لأنه الإسلام بقيمه العامة حريص على مبدأ الإيجابية وعلى مبدأ نفع المسلم ونفع الآخرين ومن الإيجابية أنك ترفع الأذى ما تحتاج تسأل المفتي اسأل ضميرك اسأل ضميرك رفع الأذى هذا كويس ولا مش كويس لا تحتال على رمضان وتقول أنا ما اشتشى صوم أقوم أسافر علشان احتال على رمضان لأن الله يحاسبك على ضميرك مش على الحكم الفقهي تصير تحتال على رمضان تقوم تأذرني قبل الوقت المناسب أقصد أنا الاحتيال طرق في قيام معروفة لكن الله بيحاسبك على ضميرك ما بيحاسبك على الحكم الفقهي واجب الفقه أن يعرف المسلم بالقيم الإسلامية العامة التي يتم استلباطها من نص الوحي وهي قيم يستطيع المسلم إدراكها بفطرته دون تعليم حتى دون أن يتعلمها لا بأس لو أراد أن يتزود من المعرفة كما قلنا وعلى المسلم أن يجعل هذه القيم أمام عينيه إذا كان مدرس أو موظف فليسأل نفسه أين قيم الإسلام من هذا؟ القيم العامة لأن القيم العامة تغطي كل حركاتك وسكنتك مش الأحكام مش الأحكام الفقهية مش أحكام الحلل والحرام والأحكام الخمسة في الفقه القيم العامة هي اللي تغطي لأن القيم القيم بينطل استنباط ممكن تستنبطها الأحكام تستقرأها والعلماء يعرفون الفرق بين المنهجين المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي الاستنباط استدلال رياضي لا تختلف فيه الأفهام اختلافاً حقيقياً مما الاستقرار فهو استدلال يخضع للفروق المعرفية ومنفكه لآخر يختلف منفكه لآخر الفقهاء يختلفون في موارد الاستقراء لكن لا يختلفون في موارد الاستنباط يعني العيل لا تعلو على الحاجب هذا استنباط الجزء أصغر من الكل هذا استنباط ما يحتاج لما تدخل على القرآن وتجد أشياء كثيرة وجدت أنه حرم الخبائث خلاص تطلع بقيمة معروفة لما تشوف أن القرآن يتجه دائما لصالح الأمور الإيجابية وصالح التوازن وصالح الخيرية بتقول أن الخيرية قيمة الإيجابية قيمة خلاص هذه قيمة الإسلام استنباطية هي مش استقرائية مش اجتهادية لا أريد أن أعكد المسألة على المشاهدة الكريم إنما أردت إيصال فكرة بسيطة في ذاتها وواضحة كان ينبغي أن تصل إلى العقل الإسلامي بيسر لولا أن العقل المسلم أصبح شبيها بمدينة تكتظ بالعشوائيات والطرق المزدحمة بالأوهام المثقف يقضي معظم وقته في تعبيد الطريق وإزاحة العشوائيات لكي يتمكن من إدخال سيارة الإسعاف إلى المنطقة المطلوبة ولا الحقيقة بسيطة ممكن بسهولة توصلها إنما الحقيقة هذه نفسها قد وراء قدامها طريق عشوائيات قدامها كما قلنا مدن من العشوائيات لا نستطيع أن ندخل العقل نفسه عقل المواطن المسلم عقل المتلك المسلم كما قلنا عشوائيات حرج خلاصة الكلام المذاهب الدينية ليست منتجات سماوية بل منتجات مدنية علمانية جاءت بغرض فهم الدين وقد نشأت في ظروف تاريخية غير مثالية كانت معارف الإنسان فيها محدودة ومناهجها العلمية ضعيفة للغاية وثقافتك كانت متواضعا منحطة أحيانا قياسا إلى ثقافتنا اليوم وعصرنا اليوم وقياسا إلى قيم القرآن ومبادئه والواجب علينا أن لا نتوقف عند هذه المذاهب وكأنها من عند الله بل يجب أن نتجاوزها ونتعامل معها باعتبارات تراث علمي في أحسن الأحوال تراث علمي بدائي مثل تراث أرسطو عند الفلاسفة وأفلاطون خلاص تجاوزوها الناس مع كل الاحترام والتقدير للعلماء السابقين الذين قدموا جهدهم وعملوا ما عليهم وواجبنا أن نعمل ما علينا ما هو لي علينا؟ علينا أن ننتج مثل ما أنتجوا وأن نبدع كما أبدعوا وأن نعرف الحق كما حاولوا أن يعرفوا وصلنا لخطام هذه الحلقة نشكركم على المتابعة ونلقاكم في الأسبوع القادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر